في العاشر من نيسان من عام 2006 وبينما بغداد تحت نير احتلال أمريكي غاشم يواجه مقاومة وطنية متصاعدة ووسط أوضاع مأساوية نتيجة الانفلات الأمني وغياب القانون وتسلط الميليشيات وفرق الموت جاءت انطلاقة قناة الرافدين في فضاء الإعلام الوطني لتمثل صوتا حرا ممثلا للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال ومشروعه التدميري من رحم الحاجة لصوت يحمل هموم الشعب وآماله في التحرر والنهوض بواقع البلاد ولدت قناة الرافدين فكانت منذ انطلاقتها مواكبة للمقاومة العراقية وصولاتها ضد المحتل كما فضحت جرائم الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الفاسدة ولأنها تمثل حضارة ضاربة في التأريخ فقد جسدت الرافدين طوال سنين انطلاقتها ذلك العمق الحضاري لبلاد الرافدين ابتداء من شعارها الذهبي المدور الذي يمثل مدينة بغداد مدينة السلام التي بناها الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور ويجري وسطها موجتان تمثلان نهري دجلة والفراث تجسد ذلك بخطها الوطني المتزن ومواقفها الوطنية الرصينة تجاه القضايا التي عاشها العراق كان للرافدين دورا بارزا في تغطية الأحداث الكبرى التي مرت بالعراق طوال السنوات الماضية ومن بينها تظاهرات الخامس والعشرين من شباط عام 2011 كما برز دورها أيضا في فضح عمليات التدمير الممنهج الذي تعرضت له المحافظات المنتفضة وصولا إلى تغطيتها المشهودة لتظاهرات ثورة تشرين التي انطلقت في العديد من محافظات الوسط والجنوب ما شكل شاهدا على دور القناة المؤيد للصوت الوطني الدور الإعلامي المؤثر الذي لعبته الرافدين ولا تزال في نصرة قضايا العراق الوطنية أغاض المنتفعين من السلطة الذين فشلوا في إسكاة صوت القناة رغم المحاولات المتكررة والحرب الشرسة التي شنت عليها طوال السنوات الماضية لكنها بقيت صادحة بالحق حاملة للهم العراقي الرامي لتخليص البلد من رواسب الاحتلال والتبعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر